السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أحب أشارككم بموضوع جدا جميل هو عن الرزق ومثل ما وعد متابعيني بالتيك توك أنه كمل الموضوع على يوتيوب بسبب الوقت السيري الرزق ينقسم إلى قسمان رزق مؤقت ورزق دائم أما الرزق المؤقت فهو الرزق الذي تملكه الآن وربما يعني الله سبحانه وتعالى يخضر منك بأي لحظة أو يخضر منك بأي لحظة من دون أي حسبان هو الذي أعطى وهو الذي أخذ ومثلا الصحة فهي رزق الذرية هي رزق المال هي رزق الأصدقاء هم رزق التوفيق هو رزق والوظيفة هي رزق وغير ذلك من الأرزاق الدنيوية سبحان الله وربما تسحب منك يعني بشكل بسيط من دون ما تكون حسبين لحسبان ولكن الرزق الدائم فهو الرزق الذي يوفقك الله به ليبقى معك إلى يوم تبعثون يعني هاي الله يرزقنا يا هاي رب دائما والله يرزقنا حسن الخاتمة مثلا الرزق الدائم يبقى لك نافعا إلى يوم القيامة يرزقك الله الاستيقاظ والناس النيام هذا رزق من الله سبحانه وتعالى يرزقك الله صلاة الضحى هذا رزق من الله سبحانه وتعالى مو بإرادتك أو بإرادتك هذا الشي مو بإرادتنا بشان هيك دائما الواحد لازم يدعي والله ما يقضني في أحبي الساعات إليك لأنه مهما حطيت ساعات مهما حطيت منبهات مهما عملت محة تصحى إذا ما الله سبحانه وتعالى رزقك وبالدعاء والطلب من الله والاستمرار في الطلب حتى الله يرزقك الرزق الدائم مثلا خدمة والديك هي رزق من الله سبحانه وتعالى ياما ناس محرومين من خدمة ولادهم بشان ياخدوا الرضا والبر بالوالدين هذا رزق من الله سبحانه وتعالى حفظك أو تلاوتك للقرآن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى لأنه مو بإيدنا مو بإرادتنا بس علينا نحن السعي والاجتهاد نجتهد وقول يا رب ترزقني حفظ كتابك الكريم يا رب ترزقني غراءة كتابك الكريم كل يوم يا رب ترزقني ذكرك كل يوم بكل لحظة هذا جدا ضروري لأنه هذا رزق من الله سبحانه وتعالى مو بإستطاعتنا بإرادنا لا تفتكروا حالك أنه قدرانين أنه حتقدروا تساوي هالشي خلاص قررتوا تساوي لا بده دعاء بده خشوع بده بده صبر على النفس بده جهاد النفس هي كتير 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 مهمة حسن خلقك رزق ذكر الله رزق صلتك لرحمك هي رزق كتير ياه ما هلأ صار عم يصير عنا يعني قتل رحم الله هي وفو عنا عفوك عن الناس هي أهم الشي يا ناس عفوكم عن الناس وابتسام في وجه أخيك صدقة ورزق من الله عفوك عن الناس رزق لا تفتكروا أنه أنتوا من قلبكم شانيك صعب بيقول كيف دي سامح عملوا فيه وساولي وهي سامحوا هذا رزق من الله سبحانه وتعالى ادعوه رب العالمين الله مطهر قلوبنا الله مطهر قلوبنا الله مطهر أحسن أعمالنا هي جدا ضرورية تجنبك الغيبة الله يعفو عنا هي الغيبة والنميمة موجودة وينما كان الله يعني يلجم لساننا عن الغيبة والنميمة قبل آمين تجنبك الغيبة هذا رزق لأنه سبحان الله الغيبة تنسيك ذكر الله بأدعوه يا رب الله يجنبنا الغيبة والنميمة والله يرزقنا حسن الخاتمة هاي جدا 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 مهمة صدقتك اللي بتدفعها وصدقتك اللي بتدفعيها الصدقة هي رزق من الله سبحانه وتعالى لأنه كل الناس محرومة احيانا ياما ناس محرومة منا شغلتهم الدنيا بالعمل وبالعبادة بالعمل وارترباية الولاد ونسيانين الصدقة هذا رزق من الله هذا الشيء اللي بتغدوه معاكن يعني سبحان الله ليوم تبعثون خشعكم في الصلاة هذا رزق تدبر القرآن هذا رزق سبحان الله في أمور كتيرة في الطعات والعبادات هاي مو بإرادتنا هاي رزق من الله علينا بس نحن نجتهد لندعو الله ونستمر على دعاء الله سبحانه وتعالى والطلب منه منه حتى يرزقنا هذه الأمور لأنه صراحة التوفيق بهذه الأمور هي التي تسعدنا السعادة الدائمة وهي هي الرزق الدائم مو رزق اللي نحن عايشين هون بقى يعني اللهم إني أسألك الرزق الدائم اللهم أسألك السعادة في الدارين اللهم إنا نسألك السعادة في الدارين اللهم طهر قلوبنا دائما ندعوها الأدعية اللهم طهر قلوبنا وطهر نفسنا وطهر عقولنا وطهر كلامنا اللهم الجمنا عن القول الحرام والجمنة عن الغيبة والنميمة لألحوا في الطلب من الله ألحوا في الدعاء حتى الله سبحانه وتعالى يلهمكم حسن الخاتم ويلهمكم حسن العمل ويلهمكم إن شاء الله بإذن الله تعالى الرزق الدائم لا تنسوا أنه العفو عند المقدرة ما في أجمل منه لا تنسوا ذكر الله لا تنسوا قراءة القرآن هذا هو الرزق اللهم ألهمنا يا رب حسن الخاتمة اللهم ألهمنا ذكرك اللهم ألهمنا الحسن المعاملة اللهم طهير قلوبنا اللهم أحسن أعمالنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته